بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل لنا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا حديثنا في هذه الحلقة سيكون بعنوان النهوض بالعالم الإسلامي كيف السبيل؟ مما لا شك فيه أن عالمنا الإسلامي اليوم يعاني من كثير من الاختلالات لا بد من عملية الإصلاح بها وقد سبق لنا أن تحدثنا بحلقة سابقة بحلقة سابقة عن موضوع الإصلاح وعن بوادره في العالم الإسلامي وفي هذه الحلقة لا بد أن نتحدث عن موضوع النهضة وعن النهوض على مستوى عالمنا العربي والإسلامي ولكن ما هي آليات هذا النهوض؟ وما هي الطرق والوسائل التي يمكننا أن ننهض من خلالها؟ وماذا عن مشروعات الإعلام الإسلامي؟ وماذا عن مفهوم الدولة القطرية والأمة الواحدة؟ وماذا عن مشروع عالمي للزكاة؟ هل يمكن أن يتحول إلى أمر واقعي تبدأ به الدول العربية والإسلامية والعالم الإسلامي عموما بفكرة مشروع عالمي للزكاة وعن مشروع عالمي لرصد الزلازل وعن غيرها من الأمور جملة من الطروحات اسمحوا لي أن أطرحها على علامتنا المفكر الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي مرحبا بكم دكتور يوسف دكتور يوسف يعني مسألة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ودور المؤسسة الدينية الرسمية ودور المؤسسات مؤسسة المجتمع المحلي أيضا بالمساهمة إلى جانب هذه المؤسسة الدينية الرسمية وأنا أذكر هنا كلمة ابن خلدون رحمه الله عندما قال التساكن والتآنس مادتال عمران البشري وأن التساكن أن نعيش بأمن وسلام وأن التآنس أن نأنس ببعضنا البعض ويقول التساكن وظيفة الدولة والتآنس وظيفة المؤسسات الدينية وأن الخلل يقع في المجتمع عندما تتحول المؤسسات عن وظيفتها فإذا تحولت المؤسسة الدولة عن وظيفتها في تحقيق التساكن والأمن وتفننت في فرض الضرائب على الناس فإن الخلل يقع وكذلك إذا تفلتت المؤسسة الدينية سواء كانت رسمية أو غير رسمية عن دورها فتحول الأئمة والوعاظ والخطباء إلى قطاع طرق وإلى مرتشين وإلى آكلين للربا وغيرهم فإن الخلل يقع في داخل المجتمع ما رأي الدكتور يوسف في مسألة الدعوة إلى الله ماذا تحتاج من اليوم الدعوة إلى الله هل من آليات واضحة تضبط موضوع الدعوة الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه دا وبعد فأنت أخ وائل يعني السئلة كلها تحتاد إلى مجلدات يعني حتى نشرحها ونرد عليها نريد أن نقتنص من وجود الدكتور يوسف فيها الدعوة الإسلامية يعني أولا هذه هي واجب فرض على كل مسلم يعني كل مسلم يجب أن يكون داعية لأن الله تعالى حينما قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة هذا خطاب ليس للرسول وحده إنما له وره كل من يتأتى خطابه في الأمة وعينما قال الله لرسوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فكل من اتبع رسول الله سلم فهو داعي إلى الله وداعي على بصيرة فأول ما يطلب منه هو أن نوسع نطاق الدعوة هناك دعوة عامة للجميع كل مسلم يجب يحمل هم الدعوة يدعو بما يستطيع واحد يدعو بالكلمة الطيبة واحد يدعو بالأسوة الحسنة واحد يدعو بالعمل الخير تقديم الخير لنا هذه أنشأت أمما ودولا يعني الإسلام أكبر دولة إسلامية في العالم اندونسيا كيف دخلت في الإسلام ببسط أفراد الحضاريمة اللي ذهبوا إليها وكذلك ماليزا وكذلك الفلبين وكذلك هذه البلاد وفي أفريقيا فلابد أن نعد الأفراد ليكونوا دعاه وبعدين نعد دعاه يعني على مستوى العالم ولكل ناس دعوتهم أنا أفهم قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له يعني طبعا الناس يفهموها أن يعني نكلم الإنجليز بالإنجليزية والروس بالروسية والصينيين هذا صحيح إنما أنا أفهم إنا أعمق من ذلك وأشمل ثقافة القوم أيضا تتكلم الخاصة بلسان الخاصة والعامة بلسان العامة أهل القرية لهم لسان وأهل المدينة لهم لسان الحضر لهم لسان والبدو لهم أهل الشرق لهم لسان وأهل الغرب لهم لسان الناس من قرن أو قرنين لهم لسان والناس في القرن الحادي والعشرين أو الخامس عشر لهذه لهم لسان فلا يدوز إنه تكلم قوما بغير لسانهم نعم 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 هذه الأدوات ما نظلش كلها الخطبة خطبة الجمعة وإنت تستطيع تخطب الناس بالفيلم وبالمسلسل وبالمسرحية وهذه الأشياء لابد إنك تطور أدوات الدعوة وتوعي الدعاء بما يلزمهم إحنا في سنة 1978 اجتمع المنصرون الأمريكان في ولاية كولورادو ومن أجل تنصير المسلمين في العالم قبلها اجتمعوا من أجل تنصير العالم وبعدين بدأوا بتنصير المسلمين كأن المسلمين هم أول من يجب يروحوا للناس الهمد اللي ما يعرفوش دين أو للملاحدة الذين تركوا الدين أو لبلادهم حتى يعني ده بلادكم في أوروبا 5% اللي بيروحوا إلى الكنائس وليس كلهم يذهب تديونا ممكن رايح حشان يقابل أصحابه أو كذا نعم فابدأوا إنما بدأوا فهؤلاء الذين اجتمعوا في كولورادو رصدوا ألف مليون تولار يعني لتنصير المسلمين وأنشأوا معهدا لتخريد منصرين للمسلمين اسمه معهد زويمر زويمر عتات المبشرين الرئيس المؤتمر المستنصير العالمي سنة 1906 في قاهرة وله كلمات محفوظة ومعروفة هذا المعهد بس يخرج منصرين هما بسموهم المبشرين للمسلمين إذا كان رايح أفريقيا لازم يعرف أفريقيا من المذهب بتاع البلد المذهب العقائدي أشعرية ولا سلافية ولا كذا يدرس حار المجتمع والمذهب الفقه ملكي ولا كذا الطريقة الصوفية التجانية ولا القادرية السيوخ القبائل المهمين مين هم اللغة اللهجات الكذا يعني يروح البلد هو عارف فنحن محتاجين إلى أن نستفيد منها وللقوم نتعلم منهم ديننا بينتشر الحمد لله من غير عمرنا ما كان لنا يعني ناس محترفين إنما آن لنا أن يكون لنا شيء من الاحتراف ونعرف ندعو إلى نعم الاسلام ويكون من من يدعو المسلمين لي يعني يصححوا islamهم ومن يدعو غير المسلمين ليدخلوا في الاسلام والناس اللذين لدينا لهم لهم دعوة ولمتدينين بالنصرانية لهم دعوة المتدينين بالوثنية لهم دعوة يعني مسألة الدعوة الاسلام مسألة يعني كبيرة يعني جدا ويجب يعني تهيأ لها الأسباب والآليات والأشخاص نعم والدول يجب تكون بحقها في هذا الأمر يعني أوروبا كلها تؤيد التبشير يعني أوروبا علمانية يعني الدين مش مهم إنما هي علمانية في داخلها في الخارج تتبنى النصرانية تتبنى الدعوة إلى أهد النصراني نريد دولنا يعني تتبنى الدعوة إلى الإسلام وتدعاله من واجبتها ومن أسلالها القومية لطيف نلاحظ دكتور يوسف أنه في بعض المؤتمرات التي تعقد فيه سبيل مثلا التاعيش أو غيرها من الأمور أنها تقول مثلا وقف عمليات الدعوة والتبشير هل من فرق وأنت يعني المفكر المعروف هل من فرق بين قضية الدعوة والتبشير يعني نحن مثلا نقول لا نريد المبشرين ولا نريد التبشير لكن في المقابل عندنا دعوة إلى الله فهل من فرق بين فكرة الدعوة والتبشير نعم نعم فيه فرق الدعوة والتنصير مهمته أن يصطاد الناس يعني مش بيدعوهم إلى الله لو كان يعني مؤتمر كل رادو دي لو عايز يدعو الناس زي ما قلت لك ما كانش يبدأ بالمسلمين المسلمين صاحب دعوة صاحب دعوة عندهم دعوة توحدية كبرى وعندهم كتاب وعندهم رسول وعندهم تراث وعندهم يعني عقيدة وشريعة طيب شوفوا الناس الذين لدينا لهم إذا كنتم يعني إنما هم يريدون إنهم يشوفوا المسلم الغلبان المسكين اللي مع المحلتوش حاجة وعايز يدعوه ندعوه وندعوه للنصر الفقير ندخله المدرسة وننصره استغلال حاجة استغلال حاجة حاجة الناس هذا مش هي مش دي الدعوة يعني إلى الله اللي تريد هداية الناس يعني إلى الله تأخذهم يعني كأنك بتستغفلهم وتأخذهم تفتنهم عن دينهم لا إحنا إحنا الرسول ما بعت إلى ملوك الأرض إلى كسرة وقيسر تعالنا بيدعوهم علنا أسلم تسلم يأتيك الله ويا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فدعوتنا دعوة علنية وفردية وتخاطب عقل الإنسان وقلبه مش بتخاطب معندته أو بتخاطب حجته وتدخل يعني نعم يعني أنا في بعض الأحيان كنت أقول بأن الفرق بين الدعوة وبين التبشير كشخصين خاضى الانتخابات فشخص اعتمد على إقناع وعلى فكرة وعلى برنامج وشخص آخر اعتمد على شراء ذمم الناس واستغلال حاجتهم هذا نجح وزيك في بعض البلاد يعني مثلا في الجزائر أصدرت الدولة منع التبشير في بلاد الأمازيين يعني في جبالهم مبتعا لأن الفقر سائد هناك وممكن يستغلوا حاجة الناس هذا يعني معقول نعم نطيف دكتور يوسف فكرة إيجاد مشروع عالمي للزكاة وهذه طروحات حقيقة سبقا طرحها سمو الأمير حسن انطلال في موضوع يعني مشروع عالمي للزكاة ولا زالت تطرح في العالم الإسلامي بين الحين والآخر لكن يلاحظ أن هناك عوائق على عملية الإلزامية للزكاة حتى في داخل الدولة الواحدة أو على مستوى العالم الإسلامي ما هي أبرز العوائق برأي دكتور يوسف القرضاوي في مشروع عالمي للزكاة يمكن أن ينهض بفقراء العالم الإسلامي هو الحقيقة أنا يعني سمعت الأمير حسن ابن طلال وهو أشرح موضوعه وأنا قدمت له مقترحات حول هذا مشروع الزكاة العالمي ولكن هذا المشروع يعني أمامه عقبات القطرية الشديدة تمسك بالقطرية يعني أمام هذا المشروع العالمي ما يجعلوش ينجح يعني نعم وبعدين وقوف أمريكا والعالم الغربي ضد هذا الأمر أنا أقول لك كان هناك عمل خيري في العالم الإسلامي وهذا العمل الخيري كان على مستوى العالم الإسلامي كله أنا أذكر فيه عندنا جمعية قطر الخيرية منذ نشأت كانت تكفل حوالي 25 ألف يتيم في العالم بعضها في أفغانستان بعضها في البتنة والهرسك بعضها في اليمن بعضها في أفريقيا بعد 11 سبتمبر توقف هذا كله وأصبح العمل الخيري الإسلامي متهما فليس من السهل أن ترسل إلى بلد إسلامي يعني شيئا من هذا والزكاه العالمية تحمل هذا المشروع زكاه الإسلامية معناها في أمة إسلامية هم لا يريدون أن تكون هناك أمة أو إحياء فكرة الأمة أو إحياء فكرة العالمية الإسلامية أنا أرأس اتلاف اتحاد العام الخيري اسمه اتلاف الخير الإخوة الفلسطينيين عملوا من مجموع جمعيات إسلامية بعضها فلسطيني وبعضها عربي وبعضها إسلامي وبعضها غير إسلامي عملوا منه شيء اسمه اتلاف الخير واختاروني أكون رئيسا له يعني فالأمريكان كانوا زعلانين جدا وكانوا عايزين يدخلوني في القائمة الإرهابية المعروفة دي وفوضوا دولة قطر على هذا الأمر وقالوا طيب إذا كان يعني طب خلوه يتنازل عن رئاسة كذا وجمع دولت لهم أنا يتنازل يعني أنا بقى أسش يعني الناس بيسرأ ولي الناس بتتبرع لأهل الخير هم فقط يعني يقول لك آداء حيقو حماس ويقو الجبهة الإسلامية يعني أحداث 11 أيلول مثلا أثرت بهذا التأثير أثرت آه يعني قطعت حتى العمل الخيري وصار يظن أنه يذهب إلى فأصبح فكرة يعني زكاة عالمية تصب في هذا الجانب وتربط يعني كان أنا الإسلامي الذي تمزق سياسيا للأسف ووقف مواقف متباعدة كان مرتبط خيريا الجمعيات الخيرية في العالم يعني ضربت لك مثلا في قطر وفي السعودية وفي الكويت وفي الإمارات وفي بلاد كثيرة جدا عمل خيري منتشر ربطوا الحاجات الإسلامية في العالم الإسلامي كلها وكان لها لها دور والذين يعني ينظرون إلينا هم يقفون بالمرصر لا تظن أن هذه الأعمال غائبة عنهم هم يرصدونها ويعرفون ماذا وراءها ولذلك يعني لا يمكن أن يسمحوا بمشروع الزكاة العالمية اللي فكر فيه الأمير الحسن لو فكرنا دكتور يوسف بصوت مرتفع الآن ونحن في هذه الندوة بأن مثلا يوجد أسماء على مستوى العالم الإسلامي أولا هي محل ثقة شعبية ومحل ثقة رسمية وليس لهم أي أجندات لنقل تتولى عملية الإشراف على صندوق عالمي للزكاة وأهداف هذا الصندوق واضحة وتحت إشراف ومظلات دول أيضا تجتمع مثلا ويكون لها رابطة بشكل عام ويكون حق الاطلاع عليها من قبل الجميع حتى لا تذهب لا إلى تمويل ما يسمى عندهم بالمشروعات الإرهابية وإنما تعطى إلى فقراء العالم الإسلامي وإلى محتاجيه من أجل تنمية هذه الدول وهنا يعني قد تكون الفكرة أننا نريد أن نتعاون أيضا حتى مع الدول التي تقول بأنها تقدم مساعدات ومنح إلى الفقراء في العالم الإسلامي نحن نريد أن نضيف لبنة معكم وإضافة إليكم بأن نقدم هذه اللبنة إلى فقراء ومحتاجي العالم الإسلامي وتقدم على شكل أغذية وعلى شكل مساعدات أن أتعلم عملية الإسطياد هل يمكن بهذا التصور مثلا الذي لا يقلق الغرب بحيث نحسن فن التعامل مع الآخر أن ينجح فكرة مشروعك هذا الله نحاول لا نغلق الباب أنا لا لست ممن هونا سد الأبواب في كل شيء نفتح الباب نعاود نجتهد ونجيب بعض هذه الشخصيات وكيبت بعض الشخصيات التي ترهم السقات هناك كثير يروني ثقة ولكن الأمريكان لا يروني ثقة ألا إن شاء الله ثقة عند رب العالمين يعني أنا حاول بقدر الإمكان أنا أقول لك عندنا في الكويت أنا ناديت من سنين طويلة بتأسيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وكانوا رد على مشروع كولوراديو هذا إنهم قالوا إن إحنا نأسس هذا المركز معهد زويمر هذا ورصدوا لذلك المشروع تنصير المسلمين في العالم ألف مليون دولار وجمعوها في الحال ألف مليون دولار أنا قلت ناديت عايزيني يعني أجمع أن هاي نأسس جمعية أو هيئة تجمع ألف مليون دولار من المسلمين ولو يعني إذا كانوا مسلمين ألف مليون كل واحد يدفع في المتوسط دولار نعم ونستثمرها وننفق من عوائدها يبقى هذا صحيح وأنشعنا هذه الهيئة فالأمر كان يعني بعد إحداث سبتمبر يعني اتهموا هذه الهيئة والهيئة فتحت لهم قالوا تعال شوف أعدهم واحد وعشرين يوم في الكويت يفتشوا عن الهيئة وآضابرها ومكاتبها وأوراقها ولم يددوا عليهم شيئا قالوا لهم طب يددنا ورقة إنكم لم تددوا أي شيء قالوا لا إحنا ما نطمئنين بس ما وتركت كما هي تعمل نعم يعني تركت هذه الهيئة تعمل تعمل تطيف إذن مدام أنها نجحت على أسلوب مصغر قد تقوى على أسلوب موسع دكتور يعني فكرة رسالة عمان التي طرحت في الأردن هنا ويعني أيضا أنت شاركت في هذه الرسالة وعقد المؤتمر الإسلامي الدولي على أثرها في عام 2005 والكتاب الذي أشرت إليه بإجماع المسلمين على يعني تكفير أو على يعني حرمة دماء المسلمين معددا ومنع التكفير بالتعاد عن التكفير نعم يعني كيف ترى رسالة عمان كأحد أبرز أدوات الإصلاح الديني في العالم الإسلامي وماذا يمكن بعد هذه الرسالة يعني أن أن نخطو خطوات في اتجاه أيضا رسالة عمان هي الرسالة خطوة في الطريق لازم تتبعها يعني خطوات أخرى ويظهر من أكثر من بلد مثل هذه الرسالة وتجتمع هذه الرسائل يعني كلها لتؤدي يعني دفع إيجابية للأمة يعني إحنا نستنهد أمة يعني هو الحقيقة كلامنا عن الأمة الإسلامية العالم الإسلامي بتعبير آخر وأنا أحب تعبير الأمة الإسلامية أن الأمة تعبير قرآني كنتم خير أمة وكذلك لعناكم أمة وسطة إن هذه أمتكم أمة وواحدة فأنا أحب تعبير هذه الأمة في هذه تجتمع مثل هذه الرسائل لتستنهد الأمة وتجمع كلمتها يعني العالم من حولنا يتجمع يتكلم بلغة التكتل ما عادش فيه كيان صغير الكيان الصغير لا يمكن أن يعيش حتى في الاقتصاد الآن تجد الدول الصناعية الكبرى تجد ثلاث دول تشترك في صناعة الطائرة طائرة متطورة ثلاث دول قوية وكبرى وقوية وكبرى وصناعية تتغل في طائرة واحدة وإحنا كل بلد عايز يعمل إمبراطورية الروطورية لوحد ويعمل مصانع لوحد ويعمل مصانع يعني حتى فكرة العمل الجماعي دكتور والبحث المشترك الذي يغيب اليوم مفهوم حتى قضية البحوث المشتركة ونشعر أن البحث المشترك هو عبارة عن تكتب عني وأكتب عنك وليست فكرة الجماعية في تلاقف الفكرة الفريق الفريق المتكامل اللي يعمل يعني بأسلوب واحد ولهدف واحد وبالخطوات متحدة متئدة ما يعني للأسف يعني فإحنا نجيب أن نتعلم من غريب وديننا يعني يقول لنا هذا يأمرنا بالتوحد وبيغرس فينا الفكر الجماعي التفكير الجماعي والشعور الجماعي ليه نقول نحن ونحن نصلي تصلي وفي قعر بيتك وأنت وحدك تقول إياك نعبد وإياك نستعين ما تقولش إياك أعبد نستحضر للأمة لأتكلم بلسان الأمة اهدنا الصراط المستمع بتطلبش الهداية لوحدة بتطلب للأمة فالإسلام بيعلمنا هذا وإن ما يأكله الذئب من الغنم القاسية أو الشاردة ويعني يعلمنا الوحدة يعني لأحدكم صلاة لا صلاة لمنفرد خلف الصف واحد لوحده لا نريد يحمل مع الجماعة الأمة الإسلام بيعلمنا هذا كله ولكن تغلب علينا الفردية وتغلب علينا الأنانية فنحن في حادة إلى أن نربي الأمة على الإسلام من جديد يعني بحيث أننا تفكر تفكيرا جمعيا وتشعر يعني شعورا جمعيا وتعمل عملا جماعيا تفكيرا جمعيا تفكيرا جمعيا أنا الوحد أو أنا صديقي كما قال الله وتعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفراد ثم تتفكروا تفكروا أنت الوحدك وإنما لما تيجي تعمل تعمل مع الجميع وهذا فيه بركة وخير يعني كثير نطيف فإحنا يريد نتعلم من غير نتعلم من الاتحادات اللي بتقوم الآن التحاد الأوروبي والتحاد الأسيوي والتحاد نلازلنا للأسف يعني عملنا الجمع العربية ولكن الجمع العربية تتأخر ولا تتقدم يعني مثلا موضوع دكتور يعني فكرة الدولة القطرية والدولة الأممية أو الأمة الواحدة وهذه يعني حقيقة تعتبر مشكلة عند من يعملون في ساحة العمل الإسلامي أنك عندما تتحدث لهم عن بلد معين أو عن بلد آخر يقول لك لا يا أخي أنا لا أعترف بهذا الكلام نحن أمة إسلامية واحدة ونحن لا نريد أن نتكلم عن دول قطرية مفرقة هنا وهناك هذا الكلام حقيقة يعتبر إشكالية في مفهوم العمل الإسلامي نحن لا نريد أن نقول بأننا نغرق في هذا الواقع ولكن نريد أن نفهم الواقع أننا بالفعل نتعامل في ظل دول معترف بها ويجب على العاملين في الحقل الإسلامي وعلى الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى أن يفهموا هذا الواقع وصولا أو تدرجا في العملية من فكرة التعاون العربي والإسلامي إلى فكرة التكامل العربي والإسلامي إلى فكرة الاتحاد العربي والإسلامي العالمي أيضا وأنت أشرت في عدة كلمات طيبة بارك الله فيك بأن الأوروبيين قد توحدوا وبينهم ربما خلافات تصل إلى 95% خلافات لا تجمعهم كما تجمعنا نحن كمسلمين ويجمعهم ربما أقل من 5% ولكن مع ذلك اتحدوا على هذه الخمسة بالمئة ونحن يجمعنا أكثر من 95% ولكن نتفرق على أقل من 5% كيف يا رد دكتور يعني الأوروبيون اجتمعوا رغم أنهم ظلوا قرونا يحاربوا بعضهم بعضا وآخر اقتتالتهم الحربان العالميتان الأخيرتان نعم خصوصا الحرب العالمية الثانية وعشرات الملايين من الضحايا ومع هذا الناس يعني أعرضوا عن هذا وتساموا على جراحاتهم وقالوا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولهم نحن نقول الآن بنصير خلافات قديمة وما تمزق الأمة ونعيشنا يعني نجتر هذه الأحزان والآلام التي تفرق ما بيننا هم ناسوا هذا وقالوا احنا أوداده اليوم لسنا بقايا الأمس تعالوا نتحد فيما بيننا اتحدوا الأول خطوة خطوة نزيل الجمركيات نزيل المشعر في ايه الأول وبعدين اتحاد اقتصادي اتحاد سياسي اتحاد لما أصبحت شبه بلد الآن هي موجود نحن ممكن نبقي الدولة القطرية ولكن نمشي في مثل هذا التعاون صحيح لماذا لا؟ التعاون والتكامل لماذا؟ دولة قطرية لا يمكن ان تعيش وحدها نعم لا يمكن ما يقولك حتى في التكنولوجيا محتاج انك تكون مع غيرك الاقتصاد محتاج الى سوق واسعة نعم مش الى يعني فا ونحن نستطيع كأمة عربية وأمة إسلامية أكبر نستطيع ان نتعاون في أمور كثيرة لمرحلة التضامن وبعدين مرحلة تقارب اكتر منها وبعدين اتحاد فدرالي كونفدرالي اي شيء من هذا ونتطور شيء سونا الى قضية الامن الغذائي ايضا هناك اشكالية الامن الغذائي في العالم العربي والاسلامي هناك مشكلة المياه ايضا في العالم العربي والاسلامي مشكلة الانفجار السكاني وهناك بعض الدول تجد بها كثافة سكانية هائلة في مقابل دول اخرى لا تجد بها هذه الكثافة السكانية حتى سوق العمالة وسوق العمل ايضا كيف يستطيع ان ينتقل من هنا الى هناك من خلال الاتفاقيات ايضا وتعاون في هذا المجال يعني احماد معنا فاصل قصير دكتور ثم نعود الى استكمال هذا الحديث عزائي المشاهدين نعود اليكم بعد هذا الفاصل فابقوا معنا حياكم الله واهلا ومرحبا بكم من جديد واسمحوا لي ان ارحب مرة اخرى بضيفية الكريم سماحة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي حياكم الله دكتور يوسف كنا نتحدث سماحة الدكتور قبل الفاصل عن موضوع التكامل العربي والاسلامي والتعاون ويعني كيف يمكن ان يربط هذا الامر كله بتسهيلات حتى على مستوى العالم الاسلامي ودور ايضا علماء الامة ومفكريها في تحقيق الامن الاجتماعي وتحقيق الامن السياسي انجاز التعبير لان هؤلاء العلماء ايضا يعتبرون ضمانة في داخل اوطانهم يعني على سبيل المثال اذا حصل هناك نزاع بين الشعب الواحد لا نجد من الناس من يستطيع ان يقود الشارع اكثر من علماء الامة الاسلامية الذين يوحدون صفهم ويجمعون كلمتهم ولذلك هؤلاء يعتبرون ضمانة ايضا يجب ان يؤخذوا بعين الاعتبار ان لهم امتدادا شعبيا ولهم قدر ايضا على التأثير بهذه الجماهير الواسعة في العالم الاسلامي دكتور يوسف فكرة انشاء يعني او فكرة الاعلام الاسلامي عموما كيف هل يمكن ان نقول بان هناك اعلاما اسلاميا في الوقت الحاضر وهل ينجح هذا الاعلام الاسلامي ولكم تجربة في محطة اقرأ ايضا في بدايات تأسيسها كيف كان ذاك دكتور وفي محطة اقرأ اه اخونا الشيخ صالح كامل نعم اراد ان يعني يبدأ فقها اعلاميا هو صار في الفقه الاقتصادي انشأ ندوة البركة الاقتصادية التي استمرت اكثر من ثلاثين سنة وفي كل سنة تخرج مجموعة من الافكار والمفاهيم والدروس الاقتصادية في جانبنا الجوانب فاراد عندما اراد ان ينشئ يعني مؤسسة اقرأ الاعلامية ان يقيم بعض الندوات او الندوة اقامها في القاهرة قبل ان تنشأ وتفتتح مؤسسة اقرأ او قناة اقرأ فدعاني فيها لكون الكلمة الاولى في هذه الندوة وكانت كلمتي اقول ان اذا اردنا ان نؤسس اعلاما اسلاميا فهو احتد الى اشياء يعني كثيرة يعني الناس متخصصين اللي بتخصص في الاخبار واللي بتخصص في تصوير واللي بتخصص في الاخراض واللي بتخصص في العالم الخارجي واللي بتخصص في العالم الداخلي يعني احتد الى تخصصات كثيرة ومن ضمن الاشياء احتد الى فقهاء فقهاء يفهمون في هذه الناحية ففقه الاعلام يعني اذا اردنا انه من ضمن الاشياء المطلوبة فقه اعلامي ومن اشياء اللي انا ذكرتها في هذا الفقه انه هناك قاعدتان اساسيتان القاعدة الاولى ليتكون اعلام اسلامي انه قاعدة التيسير وزي قاعدة عامة يعني المنهج القرآني يريد الله بكم العسر اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا والمنهج النبوي يسره ولا تعسره وبشره ولا تنفره انما بعثتم ميسرين ولا تبعثتم معسرين فيجب نتبنى هذا الامر لو نحتبنى ناخد اشد الاراء فيما فيه اراء بتتبنى منع التصوير في الناس يحرمون التلفزيون ولا يدخلونه في اليوتيوب لان التلفزيون قائم على التصوير وكان هكذا اخوانا في علماء السعودية في اول الامر يحرمون التصوير مطلقا وعدنا فيه النواقشات الى ان لانه اخيرا واصبح بعملين تلفزيونات هم حتى العلماء والاسلاميين عملين تلفزيونات وقنوات واشياء يعني انشان سوف يتطور لكن كم استغرقنا من الوقت حتى تقتنعوا اه يعني ما امود احنا اذكر في سنة يعني 77 اظن كنا في مؤتمر في المدينة مؤتمر العالمي الاول لاعداد الدعاة وتوجيه الدعوة يعني وجاء التلفزيون السعودية علشان يصور المؤتمر 400 عالم من العالم جايين يعني ياخد صورة دا ما يقول اجتمع 400 عالم وكذا ياخد صورة له منعوهم سلسة الجمعة الاسلامية في المدينة وقفوا صفا منعوا هؤلاء ان يدخلوا الى القاع الله الله فاذا هتاخد كل شيء يعني محرم والناس بتقولك التمثيل كله محرم ما صحش تعمل في قناتك اي تمثيلية او اي كذا اذا محرم الغناء محرم ما فيش غناء الموسيقى كلها محرمة اي واحدة لازم تيجي بالنقاب يعني هذا ما لا يصل اذا مشيت بهذه الطريقة لا يمكن تعمل العلام لازم تاخد التيسير اذا اجتمع الاحوط والايسر بايهما تأخذ في الاعلام اخذ بالايسر هذه قاعدة تراها دكتور انا اراها انه اذا اردت اعمل اعلام اسلامي اي شيء له صفة عالمية لازم تأخذ بالايسر فممكن تعطي بعض الناس يعني الاقوياء العزائم تفتهم بالاحوة نعم او تفت نفسك لكن انت بحاجة الى منافسة ايضا يعني الاعلام اذا لم ينافس هناك اشكال طبعا فلازم تتبع الايسر وانا لما قلت هذا الكلام بعض الناس قالوا ايه دليلك يعني ناخذ بالايسر لو احوط لا بالاحوط قلت لدليلي ان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فهذا وان النبي وقف ضد التشدد والتنطل هلك المتنطعون هلك المتنطعون اللي كان بيصلي بالناس افتان انت يا معاد افتان انت يا معاد يعني تصلي بالصور القصيرة وهكذا نعم فهذه القاعدة الاخرى هي قاعدة التدرج التدرج سنة كونية وسنة شرعية ربنا خلق الكون بتدرج الانسان مش بيبقى نطفى فعلقى فمضغى فكسونا العظام يعني بعدما ينزل يعني رضيعا ففطيما فصبيا فيافعا فشابا فكالواك الحباية تكون نبتة فورقة فزهرة فكذا وكذا فده سنة كونية وسنة شرعية ان ربنا لما شرع الفرائد وشرع المحرمات شرعها بالايه بالتدريج لانه بيراعي اطاقات الناس ومدى احتمال الناس وما حب وسيدنا عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة جاء ابنه عبد الملك كان شابا تقيا متحمسا وقال له يا ابتي ما لأراك تتباطأ في انفاز الامور فوالله ما ابالي لو غلت بي وبك القدور في سبيل الله ان لو قطئنا وحطونا في القدور ما نبالي له فقال له يا ابني ان الله ذم الخمر في القرآن مرتين ثم حرمها في الثالثة الله وانما اردت ان اخذ الناس دفعة دفعة ولا احملهم على الحق جملة فيدفعه جملة فيكون من وراء ذلك فتنة اما يسرك انه لا يأتي على ابيك يوم الا واحيا فيه سنة او امات بدعة كل يوم بنعمل حاجة نعم هكذا مش هو اصلاحي كان فهذا اذا اردنا نعمل اعلام اسلامي مش ممكن يعني لا مانع انك في اول الامر هتدخل واحدة يعني مش لبس الحجام يعني بس ما تكونش هي المزيعة تكونش هي كذا يعني انما تحتاج تحاورها مثلا نعمل كذا شيئا فشيئا وتتنازل عن بعض الاشياء لحد ما تعمل الاعلام الكامل يعني هل يقصد مثلا بفكرة اعلام اسلامي ان يكون القائم ان يكون جميع الاشخاص في داخل العملية الاعلامية مثلا من المحجبات او من الملتحين مثلا او من غيرهم ام يكفي فقط ان نقول اهدافه اسلامية ومشروعاته اسلامية وفكره اسلامي ويطرح وطرح ان ينسجن مع الفكر الاسلامي ما رأيك هو ممكن يتدر الى ان يصل الى الاخر انما الخبر الخبر الصادق ويقدم الرأي السديد في الامور المختلفة لم يجي يقدم المرأة يكون نظرته للمرأة نظرة اسلامية ما يكون نظرة غربية ولا يكون نظرة ايضا تشددية تنطعية يعني لا اريد هذا يكون على المنهج الوسطي يتبنى هذا المنهج ويكون دارس هذا المنهج وعنده يعني فكرة عنده يقدم الاخبار يكون دارس الاخبار وكيف تستقع الاخبار وكيف تصاغ الاخبار ان مشكلتنا ان بتجد الاخبار من الوكالات العالمية تلونها يعني كما تنبغي يعني كما تحب هي تديها اللون تكبرها او تصغرها يعني احيانا يبقى خبر مهم ويطلع كده ما حدش ياخد باله منه نعم مثل المستشارة الالمانية ميركل هذه اللي كرمت الرسام الداني ماركي الذي سن السنة السيئة سنة رسوم الكريكات رسول الله نعم ومنه اخذت وصارت في بلاد شتى الميركل دي نعم من عدة ايام عشر خمستاشر يوم كرمت هذا الرجل ودته وسام ولا جيز ولا مش عارف ايه وما حدش يعني وما اهتموش بهذا الامر المثير للعالم صح اسلامي شغل المكالات فكرة مثلا دكتور يوسف انت لاحظت بانه ظهر في العالم الاسلام في الاول الاخير على المحطات العربية فكرة المسلسلات التركية وهذه حقيقة يعني سعة جاهدة هذه المسلسلات طبعا وهي انا تصور انها بعيدة كل البعد عن قيم هذا الشعب الكريم الشعب التركي وعن قيادته الطيبة لكن نوحظ بانه هناك الدراما هذه التركية وهي حتى مسلسلات فاشلة في بلادها يعني هي من الدرجة الثالثة لكن سوقت في العالم الاسلامي لانها تحملهم الى واقع خيالي غير موجود لكنها سعت الى غرس قيم فاضحة الى قيم غير اخلاقية وإلى تفلت عن الاخلاق الاسلامية وعن القيم العالمية الاسلامية هل يمكن للدراما الاسلامية لو قلنا بان ننتج مسلسلات ذات قيم اسلامية تعطينا هذه البهجة والسرور والحبور والغبطة والعلاقات الزوجية الرائعة وليست العلاقات القائمة على أساس الخيانة الزوجية والعلاقات الاسرية المتماسكة والجميلة وفي ذات الوقت الرقي الحضاري الاسلامي والرقي في المنازل والرقي في البرك والرقي في البحار وفي الأنهار وفي الأشجار وفي غيرها حتى نعطي صورة مثالية أيضا نعالج الخطأ بشيء صائب وليس بمجرد الرد عليه كلاميا هل يمكن أن ننشئ مسلسلات يعني هل هناك عوائق لهذه الفكرة هو نحن محتاجون لكي ننشئ مثل هذين مسلسلات إلى من يكتب النص بلغة أدبية هو من يسنيره يحوله إلى سيناريو قابل للتمسيل ومن يخرجه يصوره ويخرجه وينفزه محتاجين إلى عدد من الممثلين الذين يستطيعون أن يعمل وأن يكون يعني مشوقا يكون يعني قصة لها يعني ويعمل هذا وأنا يعني أقول لك بصراحة هناك بعض المسلسلات حيانا الاجتماعية تكون رائعة لا يحتاج إلا لمسات لتغيير بعض الأشياء فيها لتكون يعني إسلامية نعم وفيه نجحنا في بعض يعني كان في في رمضان هذا كان فيه مسلسل تاريخي أخرجته قطر اسمه القع قاع بن عمر التميمي نعم فمسلسل رائع ويصور فترة الصحابة لكن أوقات هذه المسلسلات التي تعرض بها ربما تكون في أوقات متأخرة من الليل مثلا لا يستطيع كل الناس أن يشاهدوها وعلى حساب مسلسلات أخرى يعني أصبحت مكررة ومجهورة ولكن أنا أقول لك يعني ما احنا في المسلسلات التاريخية استطعنا أن نفعل أشياء يعني رائعة ومكتملة العناصر الفنية فنحتاج إلى المسلسلات الاجتماعية هذه وليست يعني بغريبة لو تبنينا هذا وقام عليه يعني مجموعة من الناس أنا أقول أخوات التائبات في مصر وبتاع يعني ما استمعت بهم وطولهم يريد يعني بدل ما تعتزلوا تماما تشتغلوا مع بعض وطلعونا يعني أشياء مسلسلات يعني نافعة ومؤثرة ومشوقة وعندهما الخبرة الإعلامية يوم في هذا الخبرة ومحتاج إلى من هذا وإلى التمويل أيضا يعني محتاج من يعني يتبنى هذا الأمر ونعتقد أنه لو صدر هذا حينجح نعم ويأتي بما مردود يعني ما نعم وحتى في طبيعة الحياة يعني لا نريد أن تكون حياة جامدة في داخل المسلسل كأنها تصور واقعا تاريخيا ربما غير موجود بالمسلسلات الاجتماعية أقصد يعني نحتاج أيضا أنها طبيعة الحياة العادية التي تسير كما نعيش نعم لما يكون واحد كاتب محترف وعرف هذا لازم حيطاعم هم بيعملوا بيعملوا بالتوازي كده وقصة حبه وقصة زوال وقصة تجارة وقصة كذا يعني بحيث متكامل يعني نعم فممكن هذا يعني ينجح يعني إذا وجدت العناصر التي تدعى منه شيء متكامل نعم أفكار الدكتور يوسف القرضاوي التقدمية هذه والحملات التي تشن عليه بين الحين والآخر عندما يصدر بعض هذه الفتاوى التي يعني نحن قد نتفق معك في كثير منها لكن تجد أنه هناك حملات أيضا تشن على الدكتور يوسف القرضاوي كيف تواجه مثل هذه الحملات دكتور يوسف الله يشوف طبيعة الناس هم هكذا العرب من قديم قالوا رضى الناس غاية لا تدرك نعم وقال الشعر العربي إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لآمها الله وأقول الشعر الآخر ومن في الناس يرضي كل نفس وبينها والنفوس مدى بعيده فعشان أنت ترضي الخلق جميعا بالاختلاف مشاربهم خصوصا صاحب المنهج الوسطي صاحب المنهج الوسطي لا يرضى عنه اليمينيين ولا يرضى عنه اليساريين لا المفرطين لا المفرطين رضيين عنه ولا المفرطين رضيين عنه لكن بحسب الإنسان أن يكون مؤمنا بمنهجه وأن يكون مؤمنا بربه أنه يرضي الله عز وجل فإذا التمس رضا الله ولو بصحة الناس يعني لا يضره الناس والله يعني أهل أن يرضي عنه الناس مهم ما يسقطش الله برضى خلق الله وكثيرا من الناس ما يعني ينقلبون من حال إلى حال أنا أضرب لك مثلا كنت في الجزائر وبعدين كان يدوني بعض الشباب وبعض البنات يبكون وأرجو أن تسامحنا أسامحك ليه يا ابني في إيه أو يا بنت في إيه تقول أنا أسكت وأخذ عنك فكرة سيئة وإنك رجل متسيب رجل كذا وما أمتع لما شفناك لقينا غير هذا فأنا أرجو والله أنا مسامح كل من متصدق بعرضي من نال مني أو علقت بذنة سامحته لله راجية منته فالحمد لله ولكن أنا أحمد الله عز وجل أن هؤلاء الذين يعني يتطوعلون علي أو يعني يسبونني أو يقولون ما يقولون هم نقطة في بحر نعم البحر هو الحب والحمد لله هذا صحيح أنا أحمد الله على أني أشعر بحب المسلمين حيثما كنت حيثما أذهب في أنحاء العالم الإسلامي والله إن حب الناس لا يعني يدعلني لو سددت على الجمر شكرا لله تعالى ما استطعت أن أؤدي حقه فأنا أحمد الله وأقول يعني ما قال سليمان رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين الحمد لله رب العالمين هذا يعني لك التقدير حقيق والاحترام ونحن نحمد الله عز وجل أن أصبحت لدينا مرجعيات مثل مرجعية الدكتور يوسف القرضاوي في العالم الإسلامي وأنتم ضمانة حقيقة موجودون على هذه الأرض نسأل الله عز وجل أن يطيل في أعماركم وأن يمتعكم بالصحة والعافية في دقائقنا الأخيرة دكتور يوسف يعني إصلاح طرائق التفكير في العالم الإسلامي وأنا هذا السؤال الذي أثرته معك حول طريقة تفكير الدكتور يوسف القرضاوي وهذه المقاومة التي تشن بين الحين والآخر على أفكاره الإصلاحية والتقدمية وبعضها على بعض ما يفتي به الدكتور يوسف وأعتقد أنك جريء فيما تطرح لأن هناك وكما أشرنا في مرة سابقة بأن هناك علماء الشوارع وعلماء التلاميذ الذين يقولون ويرددون ما يردده الشارع حتى يكسبوا رضا الجماهير الدكتور يوسف القرضاوي لم يكن من هؤلاء وإنما كان من الذين يتحدثون بما يدينون به إلى الله كما ألاحظنا من كثير من أقوال أرجو ذلك والله أرجو أن لا أكون ممن يعملون يعني لأهواء متابعة أهواء الصلاطين نعم ولا متابعة أهواء الجماهير نعم بارك الله يعني ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله نعم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هودا من الله ابن عباس يقول شر إله عبد في الأرض الهوى فرأيت من اتخذ إله هواه وأضى الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله الانتعاد عن الهوى أول شيء في المنهج يكون منهجك علميا صحيحا أن تبتعد عن الأهواء والعواطف نعم والذاتية وأن تتبع المنطق منطق العلم ومنطق العقل ومن حسن حظنا نحن المسلمين نحن أن الشارع عندنا ليس منافيا للعقل والدين ليس معارضا للعلم في أوروبا قمت معارح وحروب تاريخية طويلة بين الدين والعلم وقامت محاكم التفتيش وقامت كذا ولكن نحن عندنا الدين عندنا علم والعلم عندنا دين فلا صراع عندنا بين الدين والعلم ولا بين العقل والنقل الإمام الغزالي يقول العقل عندنا أساس النقل يعني أساس الواحي أساس النبوة نعم لماذا لأن عندنا قامت يعني أعظم عقيدتين قامت على أساس العقل العقيدة الأولى وجود الله إثبات وجود الله لو جاءني يعني مادي أو شيوعي أو واحد ملحد وقال لي أقيم لي الدليل على أساس هقول له الدليل على وجود الله أن الله تعالى يقول في القرآن كذا ولا يؤمن بقرآن ولا بوحي لازم تؤمن تدل عليها عقلا وبعدين إثبات النبوة النبوة في حد ذاتها إمكان النبوة وحكمة النبوة وبعدين إن هذا نبي إن محمد النبي وإن قرآنه دا من عند الله هذا قام بذليل العقل فعندنا العقل له قيمة وذلك إمكان الغزال يقول لو لا العقل ما قام النقل ولا ثبت الوحي إحنا ما عندناش هذا الصراع الذي يعني يعني يشعر به الآخرون نحن نقف على أرض صلبة وديننا والحمد لله دين يعني يتفق مع الفطرة السليمة ومع العقل الرشيد ومع مصالح الخلق يعني كل المصالح الأصليين عندنا يعني قالوا هناك الضروريات الخمس هي الدين والنفس والعقل والمال والنسل هذه يعني كلها مصالح مصالح العباد في المعاش والمعاد يدمع بين كل ما في الأمر أن المصلحة عندنا ليست هي المصلحة عند الآخرين عندك بينصر المصلحة المادية وأترك المصلحة الروسية المبروحية المصلحة الآنية وأترك المصلحة المستقبلية المصلحة الفردية وأترك المصلحة الجماعية المصلحة الشكلية وأترك المصلحة الجوارية إنما عندنا نحن مراعاة هذه الجوانب والأبعاد المختلفة بتنظر إلى مصالح الناس أفرادا وأسرا وجماعات ومن ناحية الروحية ومن ناحية المادية ومن ناحية الدنيا ومن ناحية الآخرة هذا لا يقدر عليه إلا من خلق الناس ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير نعم بارك الله فيك في آخر سؤال حقيقة يعني أريد أن أذكره هنا مشروع الوقف الإسلامي دكتور وتطوير آفاق الوقف الإسلامي بدلا من أن يبقى محصورا في وقتنا الحاضر ببناء المساجد وبالتبرع لها نريد أن نعيده إلى ما كان عليه حتى في العصور السابقة في العصور الذهبية للعالم الإسلامي الذي كان فيه وقف على القطط ووقف على الكلاب ووقف على يعني قضايا وعلى ضواء لا تخطر بالبن لا تخطر بالبن هذا يعني حقيقة يعني يعني واحد يؤنس المرضى نعم يعني العناية التلطيفية يعني يوحي إليهم يتنين يعودوا يكلموا على بعض عشان يوحي إلى الرجل إن حالته طيبة نعم وترتفع من الإحادي نفسيا يعني هذه الأشياء غريبة يعني حقيقة هذا الوقف يعني في الحقيقة موضوع الوقف على الجامعات مثلا وعلى التعليم في الوقت الحاضر نحن نريد أن نقول وقف على قطط نعم نعم معظم الأوقاف كانت على المدارس وعلى المعاهد وعلى الجامعات كلها وقفنا ووقف نور الدين محمود وفي الشام في بلاد الشام وصلاح الدين الأيوبي وهؤلاء أوقفوا معظمها على مدارس والمساجد حتى لم تكن المساجد لمجرد العبادة كان مساجد أيضا فيها تعليم تعلم الناس والأزهر والقرويين وتونس والزيتونة في تونس وعزي الولاد هذه جوامع تحولت إلى جامعات صحيح فعني ما وكانت يعني فيها مكتبات يعني فيها المكتبة وفيها يعني غرف للسكن في الأزهر اسمها رواق الشوام رواق الأكراد رواق المغاربة يعني يعني كل هذه الأشياء مؤسسة صحيح متكاملة البمارستانات المستشفيات نعم المستشفيات يعني طبية مستشفيات تعليمية ومستشفيات تعطي الدواء وتعطي الغذاء وتعطي السكنة وتعطي هذه أشياء ضخمة جدا يعني الله يرحمه وأخونا الشيخ دكتور مصطفى السباعي في كتاب روائع حضارتنا ذكر أمثلة هائلة لهذه المؤسسات الخيرية التي كانت نتيجة الوقف الإسلامي نحن في حالة إلى أن نعيي هذا الوقف في الأسف كثير من الحكومات ألغت الأوقاف أو استولت عليها وأصبح الوقف أيضا في إيد الحكومة فأصبح كثير من الناس ما بيإمانش الحكومات أنا أرى أنه مطلق صراحي يعني المسألة تحتاج حقيقة إلى بحث وإلى تطويرها وحتى يعني ونسمح بالوقف المحدود نعم يعني واحد عادي يوقف المبلغ جاني مدد 20 سنة وقف النقود نسمح به نوسع أيضا في فقه يعني حتى في الفقه الإسلامي لأنه لا يجوز إلا أن يكون بعقار لا 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 نسمح الإمام مالك في هذا له كلمة طيبة جامعة هارفورد الأوقاف التي أوقفت عليها بالمليارات سبع بليون تقريبا أصبح الغرب لم يكن عنده وقف تعلم هذا من المسلمين نعم ولكنه فاق المسلمين هذا صحيح الآن وعمل وأوقاف يعني بعشرات المليارات ومئات المليارات يا سيد أنا أشكرك جزيل الشكر سماحة العلامة الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي على هذه الكلمات الطيبة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتك إنه سميع قريب مجيب الدعاء شكرا حياكم الله كما أشكركم أعزاء المشاهدين على حسن متابعتكم وأختم هنا بأن فقهنا الإسلامي وتاريخنا الإسلامي فيه روائع كثيرة لا ينقصنا سوى أن ننفض الغبار عن عقولنا حتى نستخرج من هذه الروائع وحتى نتقدم نحو الإسلام لا أن نقول نريد أن نرجع إلى الإسلام بل أن نتقدم نحو الإسلام لأن الإسلام متقدم في كل عصوره والذين يحتاجون إلى التقدم هم المسلمون هذا محدثكم والعربيات يستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر